اهلا بكم احبائي طالبات وطالبات الصف الثالث سنوي لغات او عموما لجميع ابنائنا في السنوية العامة ازاي تستعد ليوم الامتحان ازاي قبل الامتحان بيوم هتعمل ايه ازاي هتعمل ايه يوم الامتحان الصبح ازاي هتتعامل مع الورقة الامتحانية وانت قاعد طبعا انت في الماس بالذات انت مهم تبقى نايم كويس قوي انت ممكن تكون مذاكر كويس جدا وبتحل جميع المسائل اللي ممكن تقابلك بس لو انت فاقد تركيزك ومش نايم كويس اسهل سؤال مش هترى بتحل فنصيحة لابناء الطلبة والطالبات ان هما يناموا كويس يوم الامتحان بمعنى ان من عشرة مساء كده ما تلمس مساء انت ذكرت وحليته للسنة وعارف المنهج بتاعك بيتقسم لايه وانت الجزء ده بتحله ازاي وجزء ده اول ما تقرأ سؤاله بتفتكر على طول انت بتحله ازاي فانت مذاكر خلاص وانت عارف هتعمل ايه لما يجيلك السؤال وحليت بدل الامتحان عشرين واربعين وخمسين امتحان وما تقلقش نفسك ليلة الامتحان ما تحملش هام بكرة في ايه بكرة ده بتاع ربنا سيب كل حمولك عربنا انت عملت اللي عليك ونام بالليل بدري حداشر تكون نايم ومستغرق في النوم تقوم الصبح بدري تصلي صلواتك اللي انت بتصليها تقوم كده فرش تفتحش اي قوانين ما تفتحش اي حاجة تروح الامتحان وما تقفش مع حد يقولك انا مذاكرتش انا مانمتش انا مش عارف انا هسقط انا هنجح انا هقفل انا مش هقفل انت ملكش دعو بالهدك ده كله انت مع نفسك بتتكلمه في اي حاجة تانية غير الامتحان بعد ما تخلصوا القاعدة بتاعتكو قبل الامتحان او وقفتكو برا اللجنة اتأكد ان ادواتك معاك مسترتك الامتك الرصاص الاسيكة بتاعتك الكالكوليتر بتاعك مزبوط عالموت بتاعه المزبوط انت كل الحاجات دي متأكد منها وانت طالع ادواتك طالع منها من البيت وانت معاك جميع ادواتك معاك سنون زيادة معاك الكالكوليتر بتاعك البطارية بتاعته شغالة كويس ما عندكش اي حاجة نقصاك في ادواتك دخلت اللجنة بتاعت الامتحان قاعد في مكانك خليك لطيف مع المراقبين اللحظين بتوعك خليك في حالك اتوزعت الورقة الاجابة خد ورقة الاجابة سمي واكتب اسمك وبياناتك ورقم جلوسك وزي ما انت بتعمل كل مرة وترجع دارك الورقة كده وتركز بقى ايه اتوزعت ورقة الاسئلة وما تخدش ورقة الاسئلة على طول برضو اصبر كمان كده ايه نص دقيقة كده ولا حاجة وبعدين ابتدي امسك ورقة اسئلتك السؤال اللي هو الاكمل اللي هو السؤال الاولاني اللي هو الاجباري ونت عندك سؤال اولاني اجباري واربعة تختار منهم ثلاثة يعني مجموعة الاسئلة كلها اللي جابة في الورقة اربعة اسئلة الاولاني اجباري يديك اربعة تختار منهم ثلاثة السؤال الاجباري ده الست اجزاء كل سؤال عليه درجة واحدة ده سؤال محتاج تركيز فسيب السؤال اللي محتاج تركيز ده للاخر خالص سيب له مكان في اول صفحة أو شيف له ورقة كاملة وشه وضهر عشان تعمل الدرافت كده وتكتب الأنسر بتاعتك عشان كمان خطوات بتاعتك لو أنت طلعت الأنسر غلط فممكن نديك على الخطوات بتاعتك حاجة نديك نص الدرجة نديك نص من واحد فسيب السؤال ده للآخر خالص وبتدي إررى السؤال التاني والتالت والرابع والخامس أنت تختار منهم ثلاثة أسهل سؤال فيهم هتبتدي فيه إيه؟ والله أنا أجيد هذا النوع من الأسئلة ابتدي به خلاص قررت رتبت نفسك ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثة ده رقم أربعة رتبت الأسئلة اللي أنت هتحلها ترتبها في حلها إيه؟ والسؤال هتبتدي بالسؤال التالت والله تقول أول حاجة السؤال التالت ألف أو سؤال أولاني ثري إيه؟ وتقول مجاوبة في الصفحة بتاعته ما تحطش معها حاجة تاني بقى صفحة تانية بعد ما خلصري إيه؟ عجبك السؤال الرابع بي جاوبه اكتب فور بي وجاوبه المهم أن أنت هتجاوب ثلاثة أسئلة من الأربعة وتركز في الثلاثة أسئلة دول الأول ولما تخلصهم كويس بقى ارجع بقى اللي أنت محلطوش لو عندك وقت تحلي فيه فأنت بتختار أسئلتك بالتدرج من الأسهل الأصعب بتاخد سلف كونفتنس كويس تبتدي تحلي تاخد سيختك في نفسك تبتدي عصابك تبقى جميلة ومرتاح وبعد كل سؤال افصل ما بين السؤال والتاني وريح كده نص دقيقة دهرك لورا وغمض عينك كده واسترجع وقرأ السؤال كويس أوي 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 عشان السؤال بيبقى فيه أكتر من جزئية فأنت تبقى واخد بالك بنا تنساش حاجة من الأسئلة اللي في الجزئيات بتاعت السؤال وبعد ما تخلص تراجع إجاباتك تراجع الكالكوليتر بتاعك ركز في ورقتك يدوبك الوقت على قدك ما تتكلمش مع حد وما تعملش مشاكل مع حد واللجنة لو فيها أي حاجة أنت لوحدك عايش مع نفسك ما بتدوصش لحد بعد ما خلصت اقفل ورقتك وتوكلت على الله وما تندمش حتى لو جميع الخطوات غلط فأنت بتنقص عليها حاجة بسيطة قوي نص درجة فإيه بأن انت عملت جميع الفاينال ريزلت غلط فأنت بتنقص لك ثلاث درجات ثلاث درجات ونص إنما لو أنت كاتب الفاينال ريزلت بس هتاخد نص درجة بس مش هتاخد باقي درجات الاستبسل اللي أنت عملها فركز في خطواتك الفاينال أنسر ما تتمكش قوي ما تدايقكش ما تقفش عندها السؤال اللي وقفك سيبه وبأرجع له تاني هترجع له بعد ما عصابك هدية وتكون حلية جزء أكبر ما تتصمرش قدام سؤال وتقول أنا هقف قدام السؤال ده لحد ما حله ما فيش تحدي أنت داخل جيم وعايز تجمع أكبر points من الجيم ده تمنياتي لكم بالتوفيق كان معكم خالص فاروق اشتركوا في القناة